بطبيعة الحال أكيد تعرف النادي الأهلي جيداً آخر مباراة شفتها للنادي الأهلي وأبرز ما يميز النادي الأهلي من وجهة نظرك حقيقة الأمر نعم لقد شاهدت مورة الأهلي في الموسم الماضي ولا سيما في كأس العمل الأندية ولكن مؤخراً لم أتقبع الفريق عن كثب وأنا بصدد أن أدرس الفريق في المرحلة المقبلة والآن سوف أعكف على بعض الفيديوهات لأشاهد الأهلي حتى وإن كان لدينا الكثير من المباراة في البطولة المحلية في الجزائر ولكن علينا أن نجد الوقت لكي نشاهد الأهلي عن قرب وندرسه هو أن نتحضر لملاقاته جيداً تاريخياً في البطولات الأفريقية كانت مواجهات الأهلي وشباب بلسداد دائماً مباريات قوية جداً طبقاً للحالة الفنية للأهلي وطبقاً للحالة الفنية لشباب بلسداد والجماهرية الكبيرة سواء للنادي الأهلي في مصر أو لشباب بلسداد في الجزائر هل تتوقع مباراتين في منتع القوة في مجموعات أفريقيا بين الفريقين؟ لا يمكن أن أبدي توقعاً بشكل واضح ولكن بالتأكيد الفريق الأفضل هو من سيحقق النتيجة الإيجابية لدينا مباراة في الجزائر سوف نتحضر لا جيداً والمباراة الأخرى ستكون في القاهرة بالنسبة لمسألة التوقعات لا أحد يمكنه أن يخبرك بتوقع صحيح في علم كرة القدم كما قلت في بداية المقابلة فإن كل ما يتوجب علينا هو التحضير الجيد بدنياً وذهنياً للثلاث فرق التي معنا في المجموعة فنحن نريد أن نصل بعيداً في هذه المصابقة من دوري أبطال أفريقيا